ترجمة نانسي قنقر اي حاجة تندم عليها استناني الغتل مبليلك سلام كنت خايفة لتسافر وراها مبارح حتى لو سافرت وراها ما كانتش هتخلي نتكلم معا مش ده اللي خلاك ما تسافرش انت حبيت تفضل جنبي ما قدرتش تسيبني لوحتي من غير ما تحس اختلتين انا وسبتها اهي انا يا عيسى انا اللي مهما عرفت عنك عمري ما اسيبك انما هي بعلا وجوزتك هتفضل شك فيك طور عمرها وهتفضل خايفة لتكون انت اللي قتلت اخوها صدقني يا عيسى احنا ملاشي اللي بعض واضح اني جاي منسك البريازة علاني مش كده؟ يبجي تكوني شوفت يا عيسى وصارة مع بابي ايه انا بقى لغيتك مش كده؟ مش بعيد كمان تكون انتي اللي بعطها له هو اللي فاهمك كده؟ مش محتاجة حد يفاهمي انتي على التصال بسرة منسات ما رحت لها البيت ترجيها ترجع على الشركة عشان ما تسيبينيش مع عيسى الوحدينة لسه عندك امل تبعيد يا عيسى عني ايه؟ ايش خايفة لو عيسى حبيني بجد ما ارجع لهاش تاني؟ لو حبك بجد؟ واضح ان دي الحاجة الوحيدة اللي مش قادرة تتأكدي منها ابدا انا فعلا مش قادرة تأكد انك بتحبيني وخايفة على ماصل عادي وانك يوم ما وعدتيني نكون صحابة جد كنتي قصدة كده وانك عايزة نقامشي بشروطك انتي على حساب ما شاعر انا انتي اللي عايزة عايزة على حساب كرمتك مش قادرة تسهمي اندي سارة دي حب عمره مش ممكن هيستغنى عنها ولا هيسيبها مهما عملت فيه مسافر وراها؟ مسافر وخلاص خايف على زعلها؟ هددتك بيه لما شافتك معايا اللي بيني وبينها ما يخلاكش تقددني بقى اي حاجة واللي بينك وبيني ما يخلاكش تسيبني وتمشي دلوقتي انتي اصلا ما قولت ليش انت جاية بس انت فرحت بيه وما صدعت شوفتني مش بس كده انت جيت هنا وانت نفسك اجي وراك ايه عيسى? ايه الصدفة الحلوة دي؟ في الفعل لا صدفة انت اعمل ايه هنم؟ جاية لصارة هنم اكيد شوفتها هنا في الوتين بس ما قلت ليش انت جاية له البيزنس بقى يا باشا يودينها في اي مكان بيزنس ؟ ترى ايه البزنس اللي بينك وبين صارك؟ المناقصة اللي انت منعت الرانية تدخل معي فيها صار بقى جمدت قلبها ودخلت مكان كنت اللبناني تقريبا كده عاوزة تزبط لكم بالرغم انها سنة ولا شغل بس اشتر منكم كان نفسي اعود معاك اكتر من كده بس شكلك مستعجل بالإذن لو سمحت عايزة عامل تشيك اوت بفا كم يا كم؟ انتو مئة واربعة لحظة واحدة بفا فين؟ ماشي تمشي؟ نعيم؟ معقولها تمشي وانا موجود هنا؟ انتو جيت هنا قمت؟ من خمس دايه بس ليه؟ عندي بضعبة خلصها في المينة وقالني مش تخرج الى بكر شفت الصدفة حلو ازاي؟ انزل في نفس الوقتين لجنتي نازلة فيه قصدك اللي كنت نازلة فيه قصدك ايه؟ انا معقولها تمشي واسبيني هنا لو عدنا؟ ده ما صدقت لقيتك ايوة نعيم بس انا انتو عطل ليه بقى ان انتو مش تمد يا جاستيكين واحد عشو الخطر يوم واحد بس؟ ايوة انا شريكك و لازم تعمليلي خاطر حاضر؟ ايوة كتير كيني بحلم سمعت الكلام المخصوص ومدلتي يوم عشان متقاضي معايا اتعايز اعرف اذا كانت صدفة فعلا ولا جيت ورايا اسكندريا مخصوصة عشان شوفتها لا مش صدفة انا لما عرفت اني كينها قلت اجي اشوفك بعيد عن الشغل لا عرفت من يلي اني لا لمصادر الخاصة طيب ليه عايز تشوفني بعيد عن الشغل؟ انا اخترعت موضوع الشغل ده مخصوص عشانا قدر اشوفك في اي وقت الحكاية مش موضوع بيزنس انا كان ممكن الاقي شريك واكسب منه اكتر بس انا اخترعت ان انتو تكون معايا ليه؟ مش عارف ده بيسموه ايه بس جايز اكون بحب اتفاجعت يا عليا؟ لا ما تفاجعتش يعني انت حس بيه لا تخفيش جايز اكون انا الوحيد اللي يقدر ناسكي عيزة فيه اشتركوا في القناة لا كنت لاغي الصوت لاغي الصوت؟ ولا كانت جنبك ومش قادر تكلمني؟ هديني جايلك دلوقتي وهنتكلم براحتنا ومالك ماطي صوتك كده ليه؟ هيلسه جنبك لغاية دلوقتي؟ لا ده انا زوري واجعني علشان كده مش عارف اتكلم قوي كده هو طب السلام دلوقتي وانت قمت من جنبي امتا؟ من عبا ساعة ومالك حطت تتجازمة تحت دراك كده ليه؟ كي انك جاي من كبار الساعة لخمسة الصبح لا بس مردتش عمل الدوشة وصحيكي مردش تعمل دوشة وتصحيني؟ ولا خفت لقفشك قبل ما تروح له؟ حقها حقها؟ يعني انت بتعترف دلوقتي انك هتسبني وتروح تبقى عندها؟ انا كنت بقت عندك من امبارح يعني ايه يعني؟ يعني هي بقت كده؟ انا ليه لو هي ليه لا يعني ولا ايه مش فهمة؟ ايبا طبعا انا لازم اوزع نفسي ما بين كنتوا الاتنين بالعدل بالعدل؟ ده انا عرفة قبلها بسبعة سنين وانتوا دلوقتي الاتنين مرطاطي يعني انت دلوقتي هتسبني الواحدة وتروح عندها وتفتح لك الباب وتاخدك في حضنها دخل معها قط النوم ماريام يا صباحتي كفاية لازم من دلوقتي اخدي على الوضع الجديد اللي احنا جتنين اختاروان نفسينا أصبح على خير